بسم الله الرحمن الرحيم اذكرنا في المقاطع السابقة ان الخطوة رقم واحد في تحديد الريسبونس لأي كونترول سيستيم هو اولا لابد من وجود موديل رياضي واصف لهذا السيستيم لهذا النظام وحتى حصل على الموديل الرياضي فلابد من انه اتبع خطوات معينة طبعا تعتمد عليه من هذه تعتمد على شكل الكونترول سيستيماتي على شكل الدائرة سواء كان هي دائرة كهربائية او نظام ميكانيكي لابد من انه ايجاد الموديل الرياضي الواصف الى هذا المقطع حتى راح نتعلم كيفية انه ايجاد transfer function لدائرة كهربائية راح اخذ دائرة كهربائية احاول احلها باكتر من طريقة على ضوء الملاحظات التي ذكرناها في المقاطع السابقة حتى احصل على transfer function فالخطوة الاساسية اللي عندي انه لازم احدى transfer function للسيستيم وبعدين انه انه انتقل لكيفية ايجاد status space باعتبار انه انا ممكن انه اذا كان عندي transfer function موجود او معلوم او استخرجة انا من الدائرة للموديل اللي موجود عندي اقدر احول لحصل على انه status space وبالعكس اذا كان status space موجود عندي اقدر احصل معنا transfer function فخلي اخذ الخطوة الاولى رقم واحد هسل هنا راح نفترض انه انا عندي دائرة كهربائية المطلوب هو اداءة transfer function لهذه الدائرة وبعدين راح نناقش انه دا حصلت transfer function كيف انه انا احصل على status space الواصف للنظام فخلي ناخذ هذه الخطوة رقم واحد اول خطوة لازم نخليها في باننا انه عناصر الدائرة الكهربائية يعني بغض النظر ممكن ان يكون ان انا عندي المتسعة ممكن يكون عندي مقاومة ممكن يكون عندي ملفة عناصر الدائرة الكهربائية زين طبعا تعتمد اذا كانت الدائرة ما تديسي او او اي سي طبعا لكن بالمجمل هذا الجدول مهم الطالب لازم انه يفتهمه عالية التحويل يعني مثلا اذا كان العنصر اللي موجود عديه هو المتسعة ففولوطية المتسعة تعطى بهذه القانون طبعا هذا الكلام بالتايم دومين باعتبار ان احنا عندي حس اولا المودلينغ ماتي ممكن يكون هو بالتايم دومين وممكن يكون عدنا بالفرقوينسي دومين راح اخذ حس اولا كيفية كتابة المعادلة ماتي واخلي اسميه مودلينغ بالتايم دومين للدائرة وبعضيان كيفية التحويل من تايم دومين الى فرقوينسي دومين حتى أوجد هذه الـ two domain لابد أن أعرف لكل عنصر كيفية التمثيل بالكميات ماتة طالما كلامنا على الدوائر الكهربائية فبالتالي لازم أحدد كيفية إيجاد البولتية على العصر كيفية إيجاد التيار لكل عنصر من عناصر الدائرة هذا الجدول المهم أن الطالب يحفظه يفتهمه يعرفه يعني مثلا أولا إذا كان العنصر ماتية متسعة بولتية المتسعة تُعطى بهذا القانون ثابت هذا التيار المتسعة يُعطى بهذا القانون بولتية المتسعة بدلالة الشحنة يُعطى بهذا القانون طيب هنا عندي مهم هذا الكولوم مهم جدا أنه كيفية التمثيل العنصر ماتي المتسعة بدلالة الـ frequency domain كيفية إيجاد الـ impedance مالتنا بالتالي راح تكون هي واحدة على الـ CS إذا كان تمثيها بدلالة الـ admittance المسايرة هي الـ CS باعتبارها هي مقلوب الممانعة نفس الكلام إذا كان عندي مقاومة كيفية تمثيل بولتيتها تيارها بولتيتها بدلالة الشحنة ومقدار قيمة الممانعة ومقدار قيمة المسايرة الملف بولتيتها تُعطى بهذا القانون التيار للملف يُحسب بهذا المعادلة وبولتية الملف بدلالة الشحنة بهذا المعادلة وكيفية إيجاد الممانعة اللي هي الـ LS باعتبارها بالـ lab last domain و المسايرة طيب هذا الجدول المهم أنه أنا حفظه حتى أنتقل للخطوة لقم اثنين دعني ناخد مثال هسا مثلاً عندي أكثر من طريقة من طرق إيجاد خلي سميه time domain representation أو frequency domain modeling طبعاً تعتمد هذه الطريقة على الطريقة اللي مستخدمها من قواعد التحليل للدوار الكهربائية مثل ما نعرف نحن عندنا أكثر من قانون أكثر من طريقة أو خلي سميه أكثر من مبدأ من مبادئ التحليل يعني مثلاً ممكن الدائرة حليها باستخدام قوانين كرشوف وحصل على معادلة رياضية ممكن استخدم قوانين ماكسوير ممكن استخدم قوانين تحليل عقدي لكل طريقة من هذه الطرق رح ناخد لنفس المثال نحللها بأكثر من طريقة ونشوف شون الأسهل بعدين لطالب خاصة إذا ما نفرض بالسؤال طريقة حل يعني مثلاً خلينا ناخد طريقة ماكسوير قانون ماكسوير أو مبدأ ماكسوير هو قائم على إساس حتى أوجد transfer function إنه أنا استخدم قانون كرشوف الثاني للفولتيات بمعنى أنه مبدأ التحليل لقانون ماكسوير أو قانون المشأنا لا إساس هو قام على إيجاد مقدار قيمة البولتيات الكلية ضمن أي لوب ضمن كل مسار مغلق وهذا حسب مبدأ قانون كرشوف الثاني اللي هو مجمع البولتيات ضمن أي مسار مغلق يساوي لصفر طيب خلي أاخد مثال راح أفترض استثناننا للدائرة المبينة بشكل أوجد transfer function اللي هي تمثل العلاقة ما بين بولتيات المتسعة ال Vc of t إلى بولتيات الدائرة ككل يعني مطلب السؤال طبعا أحيانا أنه الدار تحتوي على أكثر من المتغير بمعنى أنه ممكن يكون عندي بولتيات الملف متغيرة بولتيات المقامة بولتيات المتسعة بالتالي حتى أوجد transfer function لازم أحدد الoutput إلى الonput باعتباره نحن عرفنا transfer function هي عبارة عن الoutput باللابلاس دومين إلى الonput باللابلاس دومين فبالتالي لازم أحدد ال transfer function اللي طالبها من عندي نسبة منو إلى منو فبالتالي هنا بالسؤال هو محدد لنسبة البولتيات المتسعة إلى البولتيات الكلية بالدائرة طيب هنا الخطوة الأساسية اللي عندي أنه أنا راح أبدأ أطبق قانون ماكسويل أحاخد اللوب اللي هنا اللي هو طبعا قانون كرشوف الثاني البولتيات ضمن هذا المسار المغلق يساوي صفر فحتى أبدأ أكتب المعادلة بولتيات الملف باعتباره أنا عندي تيار مدفوع من قبل الدائرة راح أترضى هذا التيار هو ال id ال i of t يعني فالفولتيات ما تحصل على dl في di of t إلى dt بولتيات الملف زاد بولتيات المقاومة حسب قانون اوم تيار في المقاومة زاد بولتيات المتسعة حسب القانون مالتها مثل ماكذكرناه مسابل جدول تساوي البولتيات الكلية اللي هي بولتيات المصدر طيب حسا هذه المعادلة أحاول أنه أخليها تكون متجانسة بمعنى أنه أنا أتخلص من التكامل فراح أشتق المعادلة لما أنت هذه كلها المشتقة ثانية يعني راح أشتقها كلها فصير عندي r في المشتقة الثانية من نسبة لزمن زاد r في مشتقة الأولى زاد 1 على c المشتقاق راح يلغي للتكامل فيبقى عدي 1 على c في مقدار قيمة Q of t زن بالتالي صارت المعادلة مالتها بهذا الترتيب أوكي من صارت المعادلة مالتها بهذا الترتيب باعتبار أنه أنا عوضت عن كل تيار التيار مالتها هو باعتبار مثل ما أعرفناه هو المشتقة أو تغير الشحن سبتها للزمن أو مشتقة الشحن سبتها للزمن فصارت المعادلة مالتها بهذا الشكل طيب هسا أرجع أنتقل الإلم لآلية التمثيل حسب لا بلاس فراح أصير عندي هنا المعادلة مالتنا أنه من أرتب المعادلة هذه كلها راح أضرب المعادلة كلها في سي حتى أتخلص من هذه فصار عدي lc هنا صار عدي هذه تمثل هي مشتقة ثانية نسبة للشحنة عدي تعريف بما أنه الشحنة تساوي لمتسعة في مقدار قيمة بولتية المتسعة اعتماد على الجدول أذكرنا هنا أنه مقدار قيمة بولتية المتسعة تساوي لواحد على سي في مقدار قيمة شحنتها فبالتالي صار هذه المعادلة عوضت هذه المعادلة هنا صار عدي هذه المعادلة ما تهسها في time domain هسا هذه المعادلة هي تمثل المعادلة من الدرجة الثانية واصفة لمقدار قيمة البولتية ضمن هذا الكلوز جلوب الكل طيب هسا إذا أرجع سأعوض عنها باستخدام لا بلاس ترانسفوم فأصير عدي واحد lc استربيع باعتبار في قيمة بولتية باعتبار مشتقة ثانية زائد rc في مقدار قيمة l زائد واحد هذي كلها vc تساوي vs مطلب السؤال هو إيجاد النسبة ما بين بولتية المتسعة على البولتية الكلية فبالتالي بولتية المتسعة على البولتية الكلية تساوي لواحد على هذا المقدار كله راح أقسم على lc حتى تصير معادلة بشكل خلينا نسميها standard استربيع زائد rls زائد واحد على lc هذه راح تكون هي الترانسفير فكشن الواصفة للسيستم بمعنى أنه سيكون عندي إذا كان هذا اللي يدخل vs البولتية الكلية هذا الترانسفير فكشن الواصفة لهذه الدائرة هحصل هنا سيكون عندي مقدار قيمة vc بمعنى أنه النسبة ما بين البولتية المتسعة الى الكلية تساوي له وتعطى بهذه الترانسفير فكشن للدائرة سهذه طريقة من طرق التحليل باستخدام قانون كرشوب للبولتية طيب خلي أخذ نفس الدائرة هذي هذي الدائرة ما لات نم إذن نتفق على صيغة أنه نحن دائما نجد أوجد أولا المعادلة لتمثيل مقدار قيمة البولتية أو التيار باللابلاس أو سنسميه الممانعة نذكرنا أن ممانعة المتسعة هي واحدة على السي اس ممانعة الملذ هي عبارة عن L في مقدار قيمة الس ممانعة المقاومة تبقى هي نفسها بمعنى أنه النسبة لها أوجدها ما بين العلاقة ما بين البولتية والتيار على اعتبار أن الممانعة هي النسبة ما بين بولتية العنصر والتيار فإذن رح نتفق على الصيغة الخطوة رقم واحد إذا كانت الدائرة مالتي بدلالة العناصر بدل ما أنه أنا ألجأ لهذا الأسلوب بالتحليل وقد يكون هذا التحليل معقد قد يكون طالب يخطأ به الخطوة رقم واحد نسوي عملية transfer modeling أنه أنا الدائرة مالتي أحولها من time domain إلى frequency domain أنه مباشرة مباشرة أحول العناصر مالتي وأكتبها كلها بدلالة اللابلاس أو بالS domain بعد ما أكتبها بالS domain أكتب المعادلة مالتي مباشرة هذه المعادلة اللي كانت بالtime domain مالتي أو بالtime modeling أكتبها بهذا الشكل أطبق القاعدة أنه مقدار قيمة نفس المبدأ قانون كل شوال البولتيات أنه جموع البولتيات ضمن هذا المسار المغلق يساوي 0 فبالتالي طبقت المعادلة مالتي طيب أنتقل أنا شنو رايدي رايدي النسبة ما بين البولتيات المتسعة إلى البولتيات إلى البولتيات الكلية نذكر اللي هنا طبعاً هذه هنا شرحت الخطوات أنه أنا أولاً realizing الس stirring بعدها سأط Belarus سأطبق القاعدة المالتي والتي هي مبدأ قانون كررشوف للبلتيات طيب بعد ما أكتبت المعادلة إذا انتبه على هذه القاعدة تساوي لي مجموعة الممانعات الموجودة بالدائرة مضربة في ذلك في الذهاب المضربة والتيار الدائرة يساوي لي مجموع البولتيات الكلية أعلى مبدأ قانون كررشوف بالبلنيات طيب بعد ماWorkت هذه كتابت المعدلة مالتي. انتقل احاول ارتب المعدلة صار تعدى فلولتية كلية الى التيار التي مقصدر قيمة قيمة هذا البändert ممن الم다면حذر على الحكس التيار الدائرة فلولتية الدائرة يomed 1 على هذا البنت التيار الدائرة باعتبار الدائرة يساوي الى حسب القاعدة نه supplier انه فلولتية المتسعة تساوي لي تيار المتسعة في قيمة ممانعة المتسعة حسب هالشكل إذن التيار سيساوي لي؟ أعوض بهذا الشكل أقول إذن مقدار قيمة التيار يساوي الفوليتيج المتسعة على هذا الحد ومن عنده حصل على النسبة باعتبار سينظره فتطلع عدل معادلة نفسا إذن رح نتفق على صيغة الطريقة الأسهل والأبسط حتى أوجد الـ Time Transfer أو خلنسميها الـ Transfer function للدائرة الكهربائية أولا نمثل الدائرة الكهربائية باللابلاس دومين كل عنصر أعوض عنها وبعدها نطبق المعادلة إذن خلينا أخذ مثال ثاني لو طلب من عندي مثلا أن نحل الدائرة التالية باستخدام الـ Node Equation أو بطريقة التحليل العقدي نفس المبدأ حسا هذه هنا أنا الدائرة ماتي مثلتها باستخدام الـ S-Domain صارت العناصر ماتتنا بهذا الترتيب إذا أريد أوجد هسا التيارة أحاخد هاي هنا فرض هنا عندي عقدة حسب الـ Node Equation تيارات الداخل العقدة الساوي التيار الخارج من العقدة فبالتالي التيار الخارج هو التيار المتسعة فبالتالي التيار المتسعة يساوي لـ Volteat المتسعة على ممانعة المتسعة زائد هنا عندي التيار اللي موجود هو عبارة عن Volteat المصدر ناقص Volteat Source يعني ستكون عندي Volteat V-C باعتبار هي على ناقص Volteat Source على مقدار قيمة الممانعة الكلية لهذا العناصر تساوي صفر هذه هي رتب المعادلة نحن نريد V-C إلى مقدار قيمة V-Source فحتى أرتب المعادلة ماتي أرجع لنفس القاعدة إنه أولاً مقدار قيمة هذين أو أفتحهم صر عند عملية توزيع رتب هذه المعادلة ووجود النسبة باعتبار راح صر هي كلها بدلالة الحدود اللي تحتوي على Volteat المتسعة والحد اللي يحتوي على Volteat Source أخذ نسبة بينات محصل على نفس المعادلة بنفس الطريقة سواء كان بتحليل العقدي يعني بقانون كورشوف للتيارات أو بقانون كورشوف للV-C تحصل على نفس المعادلة إذا أريد مثلاً نطبق مبدأ قانون مجزء الفولتية لنفس الدائرة فولتية المتسعة تساوي للفولتية الكلية في ممانعة المتسعة على مجموع الممانعات ستعامل على أساس إنه هذه ممانعة واحدة فبالتالي راح أصر هي الفولتية الكلية في ممانعة المتسعة على المجموع الكلي أرتب هذه بعدين V-C إلى V-S ورح تكون هي نفس النسبة نفس Transfer Function خلي أخذ مثال بطريقة ثانية لو كان عندي مثلاً دائرة تحتوي على Multiple Loops أكثر من Loops خلي نفترض من دائرة مالتنا هي هذه أوجد Transfer Function والتي هي المعرفة نسبة التيار الثاني ال-I-Total إلى مقدار قيمة ال-B Source الدائرة مالتية هذه هي خلي نسميها بال-Time Modeling أحولها إلى Frequency Modeling إنه أنا أعوض عن كل عنصر بما يقابله بالنسبة للمقاومات تبقى على حالها بالنسبة للملف تحول طبعاً بدلالة القيم مالتة فصار أدي هذا المعادلة ما أتي هسه راح أطبق قانون كرشوف للVolteat أكتب المعادلة اللوب الأول حسب قانون كرشوف للVolteat مجموع الكلي زين للVolteat يساوينا صفر أكتب معادلة اللوب الثاني هنا المعادلة نحاول أرتبهم هسه اللي هنا بحيث أخلي مقدار قيمة ال-I-1 و-I-2 I-1 و-I-2 بصيغة مرتبة حتى بعدين نحلهم بصيغة المصفوفة هحنا شنو رايدين هسه؟ رايدين نسبة ال-I-2 إلى مقدار قيمة ال-B Source فأولا سأخدم طريقة القرامر لإيجاد مقدار قيمة ال-I-2 بعد ما أنا أوجد ال-Delta-2 إلى ال-Delta الكلية زين بعدها هذي الدائرة مالتهية ستصير عندي نسبة ما بين ال-I-2 إلى V Source تكون بهذا الشكل هي ال-Lis إلى ال-Delta العام فستصير عندي هذه المعادلة هي Transfer function مطلوبة بمعنى وكأنه أمثله أنه أنا عندي الإدخال هو ال-V Source وعندي الإخراج هو ال-I-2 حتى إذا أخذ النسبة ما بين ال-V-2 ما بين ال-I-2 إلى ال-V Source سأطيني هذي المعادلة اللي هي ال-Delta Transfer function حسب مطلب السؤال طيب ممكن إذا كان عندي أكثر من لوب ممكن أنه مثلا حسب تغير ال-Delta Transfer function الواصفة إلي لو طلب من عندي أنه أوجد نسبة ما بين Voltea المتسعة إلى Voltea Source بنفس المثال فبالتالي سنفس الكلام راح أكتب المعادلات Multi إنه معادلة المعادلة الأولى راح تكون هي عبارة عن ال-V-L باعتبار هنا راح أخذ نودات Equation أطبق قانون كرشوف للتيارات فراح أصر عدي النودة Equation عندي هذي العقدة الأولى أطبق المعادلة اللي عندها هذي العقدة الثانية أكتب معادلات العقد أصعد المعادلة الأولى إلى المعادلة الثانية أرتب هذول المعادلتين بنفس الصيغة حتى أحلهم بصيغة المصفوفات وبعدين أخذ النسبة ما بين V-Source والتيارة المتسعة لل والتيارة الكلية تعطى بهذا بمعنى أنه راح تصير بهذا الترتيب هو كأنه الإدخال عدي حسب هذه المعادلة الإدخال هو V-Source والإخراج هي والتيارة المتسعة بحيث النسبة تكون هي والتيارة الواصفة بهذا الترتيب طبعا هنا نخلي في بالنا يفضل دائما إذا أريد حل باستخدام تحليل عقدي أنه نتعامل مع الموصلية وليس مع المقاومة عفو مع التوصيلية يعني مقلوب المقاومة مع ال-G بتكون باعتبار تكون هي أسهل على أعتبار بدل ما يكون عندي واحد على R يكون عندي فقط هو ال-G1 بدل ما يكون عندي هنا واحد على R-TW-Source عندي ال-G2 أسهل بالنسبة لي مبدأ تحليل العقدي هو التعامل مع التوصيلية وليس مع المقاومة طيب هنا لو كان عندي مثلا transfer function يعني لإيجاد multiple loop باعتبار concert تحويل المصادر مثلا نفس الدائرة أوجد مقدار قيمة transfer function الخطوة رقم واحد إذا كان مطلب السؤال هو باستخدام طريقة تحويل مصادر أنه أنا عندي قاعدة أي مصدر بولتية بالتوالي مع المقاومة يمكن تحولهم طبعا المقاومة إلى G2 باعتبارها حل باستخدام node equation هذا الملف هنا ينكتب واحد على LC باعتبار أنا اتعامل مع مسايرات وليس مع ممانعات هنا هذي مصدر الفولتية تحولها مصدر تيار بالتوازي مع المقاومة تحولت إلى توصيلية اكتب المعادلة ما لأتُ باعتبار أنا عندي تيار يساوي المسايرة في مقدار قيمة البولتية بعض عكس القاعدة يدي عندنا عكس القانون . ههنا يتعامل مع مسايرات اتهم مع مسايرات اكتب معدلة اللوب الاول اخذ نود الثانية اخذ النسبة ما بين مقدار قيمة الـ V للمتسع على البولتية الكلية تُعطى بهذه الترانسفير فاكشن فبالتالي صار عدي أكثر من طريقة القاعدة اللي عندنا أو الخلاصة إنه لو كان عندي دائرة كهربائية هذه الدائرة الكهربائية الخطوة رقم واحد إنه نعيد كتابتها أو رسمها باستخدام اللابلست ترانسفوم أو بفرقوينسي دومين وبعدين يسهل علي عملية إنه تمثيلها حسب القواعد حسب القاعدة سواء كان بقانون كرشوف للبولتيات قانون كرشوف للتيارات تحليل عقدي مدهزة والتية تكتب المعادلة ماتك وبعدين توجد النسبة ما بين الكمية المراد إيجاد يعني ما بين الآوت متخلين افترضة إلى الأنبط باعتبارية مثل واصفة للنباب